السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرحب بكم أعزائي الطلاب والطالبات في درسنا لهذا اليوم أنا المعلمة رشا منذر الجاسم لدينا درس في المرحلة المتوسطة للصفق الثالث المتوسط في مادة لغتي عنوان درسنا إثراءات في الفصل الدراسي الثالث قبل أن نبدأ كعادتنا ماذا نقول؟ أحسنتم بسم الله هيا نرى مع بعضنا إرشادات التعليم عن بعد أولا أجلس في مكان هادئ دائما أحرص على أن أجلس في مكان هادئ بعيدا عن الإزعاج والضوضاء والأصوات العالية والمرتفعة كذلك أجلس بشكل صحيح فأحرص دائما على أن يكون جلوسي جلوسا صحيحا وجلوسا مريحا كذلك وأيضا أحضر أغراضي التي أحتاجها لدرسي فأحضر كتابي ودفتري أقلامي الرصاص مساحتي وبرايتي وألواني أحضر جميع أغراضي وأنصت وأستمع لمن؟ أحسنتم لمعلمي لماذا؟ حتى أفهم الدرس وأستوعبه جيدا وأتابع الدرس حتى نهايته حتى أفهمه وأستوعبه جيدا في درسنا إثراءات سوف نتناول مراجعة حروف العطف أو أم حتى كذلك سوف نراجع أضداد الكلمات البسيطة لدينا أهداف عامة هدفنا العام الأول أن يتعرف الطالب والطالبة على استخدام حروف العطف أو أم حتى ثانيا أن يعرف الطالب والطالبة أضداد الكلمات البسيطة كذلك لدينا أهداف خاصة الأهداف الخاصة لدرس حروف العطف أو أم حتى أولا أن يتعرف الطالب والطالبة على حروف العطف ثانيا أن يستخرج الطالب والطالبة حروف العطف في الجمل ثالثا أن يقرأ الطالب والطالبة حروف العطف في الجمل ورابعا أن يكتب الطالب والطالبة حروف العطف في الجمل أما الأعداد الخاصة لدرس أبداد الكلمات البسيطة أولا أن يتعرف الطالب والطالبة على أبداد الكلمات ثانيا أن يستخرج الطالب والطالبة أبداد الكلمات وثالثا أن يقرأ الطالب والطالبة أبداد الكلمات البسيطة ورابعا أن يكتب الطالب والطالبة أبداد الكلمات البسيطة حروف العطف تناولنا في الدروس الماضية ثلاثة من حروف العطف هيا نرددها أول حرف كان أو حرف العطف أو هيا رددوه أو أحسنتم حرف عطف ثاني أم هيا أمطقوه أم رائع حرف عطف ثالث هو حتى هيا أقرؤوه حتى أحسنتم جميل جدا ثلاثة حروف عطف أو أم حتى هيا نرى أمثلة على حروف العطف احفظ الدرس أو اكتب الواجبة هناك حرف عطف ما هو وأين هو هيا ابحثوا عنه أعزائي الطلاب والطالبات سوف أقرأ الجملة مرة ثانية احفظ الدرس أو اكتب الواجب أنا خيرته بين أن يحفظ الدرس أو يكتب الواجب أي حرف عطف استخدمت رائع حرف العطف أو حرف العطف أو هيا رددوه أو أحسنتم حرف العطف أو رائع جدا وهنا كتبنا في وسط الجملة أو رائع هيا نرى مثالا آخر ونبحث عن حرف العطف فيه هل ذكرت درسا أم درسين هناك حرف عطف في هذا السؤال أنا أسأل الطالب هل ذكرت درسا واحدا أم درسين أين حرف العطف وما هو حرف العطف المستخدم سوف أقرأ السؤال مرة ثانية وابحثوا عنه هل ذكرت درسا أم درسين رائع حرف العطف أم حرف العطف أم أين كتبناه أحسنتم هنا كتبنا أم هيا رددوه أم رائع جدا بعد أن راجعنا حروف العطف سوف نراجع الآن أبداد الكلمات البسيطة ولكن ما معنى ضد وأبداد معنى ضد وأبداد أي لدي كلمة وكلمة أخرى ولكن هاتان الكلمتان مختلفتان في المعنى فالكلمة الأولى مخالفة للكلمة الثانية في المعنى والمفهوم دعونا نرى أمثلة على ذلك المثال الأول أحب الهدوء أثناء القراءة ولا أحب الضوضاء لدينا كلمة الهدوء ولدينا كلمة الضوضاء كلمة هدوء عكسها ومخالفة لها في المعنى كلمة ضوضاء حينما أقرأ كتابا مفيدا أحب أن أقرأه في مكان هادئ لا إزعاج فيه ولا ضوضاء أي ضوضاء هو الإزعاج والأصوات المرتفعة أحرص دائما على أن أذاكر دروسي في مكان هادئ وأبتعد عن الأماكن التي فيها ضوضاء وأصوات عالية إذن كلمة هدوء ما ضد كلمته هدوء أحسنتم كلمة ضوضاء هذا معنى ضد أي لدي كلمتين الكلمة الأولى مخالفة للكلمة الثانية في المعنى والمفهوم هذا كان مثالنا الأول هيا نتهجى كلمة هدوء وكلمة بوضاء كلمة هدوء تبدأ بالحرف رائع أكتبوها بدفاتركم على الصدر هدوء هدوء نقرأ ونحن نكتب حتى نكتبها بالشكل الصحيح ما ضد وعكس كلمة هدوء كلمة هدوء مخالفة لها في المعنى رائع كلمة ضوضاء هيا نكتبها تبدأ بالحرف ضا ضو ضا لا ننسى الهمزة في آخر الكلمة ضوضاء اكتبوها في دفاتركم بخطكم المرتب والجميل وعلى الصطر ونتهجى ونقرأ ونحن نكتب أحسنتم جملة ثانية تحتوي على كلمتين الكلمة الأولى ضد الكلمة الثانية هيا نقرأ الجملة أجاب الطالب على سؤال المعلم لدي كلمة سؤال وضدها كلمة جواب حينما سأل المعلم الطالب سؤالا أجاب الطالب إذن سؤال ضدها وعكسها ومخالفة لها في المعنى كلمة جواب إذن ما ضد كلمة سؤال رائع جواب هيا رددوا أعزائي الطلاب والطالبات سؤال أحسنتم ما ضدها رائع جواب أحسنتم هيا نتهجى كلمة سؤال تبدأ بالحرف رائع س س سؤال نقرأ ونحن نكتب حتى نكتبها بالشكل الصحيح نكتبها على دفاترنا بخط مرتب وجميل ما ضد كلمة سؤال رائع جواب كما أجبتوني جواب تبدأ بالحرف جواب لا ننسى النقاط رائع أحسنتم لدي الآن نشاط صغير هيا نذهب إلى قطارنا لدي كلمات أريد أن ألسق ضد الكلمة كلمة غضوب ماذا قلنا في الدروس الماضية عن كلمة غضوب كلمة غضوب أي كثير الغضب هذا ولد غضوب أي غضب بكثرة ما عكس كلمة غضوب صفة حميدة ما هي رائع كلمة حليم ضد وعكس غضوب حليم صفة جميلة نتحلى بها إن شاء الله هي ردد غضوب رائع ما ضدها حليم جميل جدا كلمة أخرى أقبل 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 الطالب أي أتى ما ضد كلمة أقبل رائع كلمة أدبر أي ذهب أقبل ضدها وعكسها ومخالف لها في البعنة كلمة أدبر هيا رددوها أقبل رائع وضدها أدبر أحسنتم جميل جدا هيا نعود لشاشتنا بعد أن قمنا بحل النشاط بدي توصيات لولي الأمر توفير بيئة هادئة ومحفزة للطالب والطالبة كذلك الحرص على جلوس الطالب والطالبة بالطريقة الصحيحة ومساعدة الطالب والطالبة على حل الأنشطة وتعزيز وتشجيع الطالب والطالبة كذلك مساعدة الطالب والطالبة على نقل أثر ما تعلمه وتعميمه في مواقف مشابهة وتبكيره بما تعلمه بشكل مستمر للاحتفاظ بما تم اكتسابه في الأخير ألقاكم إن شاء الله في الدرس القادم وكلكم نشاط وحيوية كعادتكم كانت معكم المعلمة رشا منذر الجاسم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته